خمسة أعوام مرت على إعلان استعادة مدينة الموصل ولا تزال مشاهد الدمار التي خلفتها المعارك قائمة من دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب وعلى الرغم من توالي الوعود والتصريحات بإعادة إعمار المدينة كما جرى في الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظم في آبا الماضي معلنا عن تشكيل لجنة إعمار الموصل لأن الخطة التي ذكرها لم تكن سوى حبر على ورق وتقدر السلطات الحكومية حاجة الموصل إلى ملياري دولار على الأقل كمساعدات لإعادة الإعمار الذي سيشمل فتح الشوارع وبناء المنازل المهدمة والمتضررة التي تجاوزت 56 ألف منزل وبحسب ناشطين فإن الموصل لا سيما المدينة القديمة الغنية بتراث عمره ألف عام أصبحت ركاما ولا تزال الجثث تحت الأنقاض حيث يُعثر بين الحين والآخر على بقايا عظام بشرية لضحايا المعارك ويقول أهل الموصل أنهم يسمعون عن تخصيصات بمليارات الدولارات لإعمار المدينة لكنهم لم يروا أي شيء على الأرض وحتى تعويضات المنازل التي تضررت لم يصل منها إلا النزر اليسير لا يقتصر الأمر على ذلك بل يتعداه إلى البنى التحتية في ظل البطء الشديد في إعادة إعمار الجسور والطرق الرئيسة مع استمرار الحلول الترقيعية في ملفات الماء والكهرباء والوقود والصحة والتعليم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني محمى خليل قال إن الفساد في الحكومة وعدم وجود شركات رصينة وتفشي ظهرة اختلاس الأموال ورأى عدم إعمار المناطق المدمرة فيما تؤكد المنظمات العاملة في الموصل أن جهودها لا توازي الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة والتي لم تستعد حتى الآن ولو جزءا من عافيتها المفقودة